اشتركوا في القناة شعبية ليتحول إلى نظام مقاومة يحظى بتدريب والتخطيط وحسن التنفيذ أولى نتائج عملية السهم الذهبي لتحرير عدن كما سماها موالور رئيس عبدرب منصور هادي سيطرة على مطار عدن وحي خورمكسر الرئيسي وسط المدينة إضافة لأطرافها تشارك في العملية قوات يمنية مدربة في السعودية تدعمها مقاتلات التحالف وبارجاته في إسناد مكثف الهدف هو إخراج الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من عدن لقد حررنا قرية رأس عمران بمدرعة وحيدة والشباب المشاه انتشروا وتمروا ثلاث عربات أبا البيجين والسولينا على عربة همر والنص قريب تحركات مسلحي المقاومة الشعبية عقب اختراقاتهم في المدينة تؤكد حصولهم على دعم عسكري حيوي تمثل أساسا في مدرعات وأليات عسكرية للتمشيط ويسعى الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار صالح للحيلولة دون قطع طرق الامداد في الوقت الذي حذرت فيه فرق الدفاع المدني من استهداف نبيب النفط داخل مصفات عدن الحكومية مضيحة أن انفجار محيط المصفات قد يؤدي لكارثة إنسانية وبئية هي أولى العمليات البرية المركزة منذ انطلاق ضربات التحالف الذي تقود السعودية نهاية مارس الماضي وقد تشكل منعرجا حاسما في القتال في اليمن إذ تعكس توجها جديدا نحو الصدام المباشر على الأرض بقوات مدربة مسلحة مع دعم لوجستي فعال بيد أن الطريق لا يزال طويلا لكثرة الجبهات وصعوبة إدارتها في وقت واحد لكن معركة عدن هي حتما إحدى المعارك المفاتيح في المشهد الميداني اليمني معنا الآن من القاهرة المحلل العسكري والاستراتيجي محسن خسرو مساء الخير أستاذ محسن مرحبا بك معنا التقدم الميداني الذي تم إحرازه من قبل المقاومة الشعبية في هذه العملية عمليات السهم الذهبي إلى أي مدى يمكن الحفاظ عليه والاحتفاظ بالأرض التي تم السيطرة عليها في محيط عدن تحديدا شكرا لك هذا انتصار مهم شأنه شأن انتصارت سابقة لكن هذا هو الأهم حينما كنت أنت تسألني أو تسأل أي واحد من أي أحد من الزملاء كيف يمكن الحفاظ على هذا النصر قلت لك ولكثير من أصدقائنا في هذه القناة وفي غيرها أن الحفاظ على النصر يتم باستمرار الدعم ديمومة الدعم دعم لوجستي بالأسلحة والعتاد والمعدات الطبية والاتصالات وغيرها مستمر غير منقطع وهذه الأسلحة النوعية عملية اليوم كانت عملية نوعية عملية السهم الذهبي التي يشرف عليها الرئيس عبد الرب منصور هذه شخصيا عملية نوعية وكانت تكامل فيها واضح بين البحر والبر والجو وهي في البر عملية يمنية خالصة وأبطال المقاومة حينما وجدوا السلاح الفعال والفتاك والدعم المستمر حقه وهذا الإنجاز وقبله كان هناك من قبل كان انتصار عمران منطقة عمران ورأس عمران والحفاظ بقوة على منطقة البريقة والميناء إلى آخره هم الآن ينظرون إلى كريتر والمعلاء والتواهي وبقية المناطق الدعم إذا ما استمر فستتوارى الانتصارات بشكل واضح وأن تكون هناك منطقة مثل عدن آمنة ومحررة تماما من كل الميليشيات كل الميليشيات أي ميليشيات مسلحة لتكون مقر للدولة ورئاسة الدولة والحكومة على الأقل وإدارة واستقبال المساعدة الإنسانية واستعادة الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام أنا أقول أن هذه هي الخطوة الإيجابية العملية الأولى التي نرجو أن تستمر كما نرجو تفضل نعم أستاذ محسن إلى جانب الدعم الذي تحدثت عنه الإسناد الجوي الإسناد البحري والمعدات وكل هذه الأمور عندما نتحدث عن الأعداد أعداد الفصائل أو الكتائب أو أسميها ما شئت من المقاومة الشعبية التي تتلقى هذا التدريب هل هذه الأعداد كافية بالفعل للمحافظة على هذا التقدم الميداني وربما تعزيزه في مناطق أخرى في العمليات العسكرية بين الجيش النظامية هذا إعداد لك لكن في عمليات الحرب الشعبية والمقاومة الشعبية والعمليات ذلكر والفر والضرب والتقدم يعني قد تلقت المقاومة إعداد لا بأس به وتستطيع من خلاله أن تحافظ على وضعها إذا ما تم مدها بالأسلحة والعتاد اللازم كما أن تدريب المزيد من المقاتلين اليمنيين في المناطق الآمنة ودفعهم إلى هذه المنطقة وإلى مناطق أخرى سيكون من شأنه أن يعزز هذا النصر وسيحافظ على الأرض المحرة بشكل أفضل وسيحقق السلام لليمن التي تتسع للجميع ونحن في هذا اليوم بالذات نتمنى بعد التوقيع على الاتفاقية النووية بين إيران وأمريكا والدول الكبرى نتمنى أن يثمر في اليمن سلام لأن اليمن لطالما كانت ساحة للصراع الإقليمي ولتصفية الحسابات شأنها شأن سوريا والعراق المنطقة العربية هي ساحة للحرب الإقليمية هل تتوقع أن ينعكس هذا الاتفاق أستاذ محسن على ما يجري في اليمن اليوم تحديدا بأي شكل من الأشكال هل من شأن هذا الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى أن يكون ربما بداية حلحلة الصراع اليوم في اليمن نحن نتمنى هذا إيران لطالما استخدمت المنطقة العربية كارا ورقة ضغط هي تستخدم اليمن والسوريا والعراق للضغط على القليم وعلى العالم لتحقق مكاسب تخصها هي أنا شخصيا لا عبرة عندي بفكرة السلاح النووي إيران لا يمكن أن تشكل أي خطر أمني بالسلاح النووي لا على المنطقة ولا على إسرائيل ولا على العالم هي في منطقة لا تستطيع أن تستخدم فيها السلاح النووي في أي مرحلة قادمة أي كانت هي جزء من هذه المنطقة وقد نتذكر تجربة العراق في استخدام الكيماوي والهواء الذي عاده إلى الجيش العراقي وكذلك إيران ماتوا فيها عشرات الآلاف من جنود الدولتين بفعل الهواء ففكرة الخطر النووي هي فكرة خرافية دعني أعود في الدقيقة المتبقية أستاذ محسن إذا سرحت لي إلى الأمور الميدانية في اليمن هل التقدم الذي تم تحقيقه اليوم في هذه العملية عملية السهم الذهبي يعتبر نقطة تحول يمكن البناء عليها في الأيام القادمة لا شك أن نقطة تحول يمكن البناء عليها بالشرط الذي ذكرت لحضراتك في أبن السابق شرط استمرار الدعم واستمرار أيضا دفع مقاتلين إلى الميدان مدربين تدريب أفضل ودفع معدات كالتي شاهدناها اليوم تمكن من الحفاظ على الأرض المحررة مع الأسف نحن نستخدم مصطلحات كلمة محررة بفعل بشاعة ما رأينا من هذه الميليشيات المسلحة التي تحولت إلى احتلال أو استعمار داخلي مع الأسف الشديد يعني نحن الآن نتمنى أن يبنى على هذه الخطوة إنجازات أخرى قادمة لنعود إلى السلام في اليمن وإلى العملية السلمية كلنا نتحاور لنحقق الدولة المدنية التي تستوعب الجميع شكرا لك الأستاذ محسن خصروف المحلل العسكري والاستراتيجي كان معنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر